السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة مقطفات تقنية تيك فيبز وللأمانة الموضوع هذا مضيقني من فترة طويلة وعندني ينتكلم عليه خلي نشرحه اليوم كيف تخدم جهاز الـ ATM والـ POS هيا نبدو الـ ATM أو مكينة الصرف الآلي الـ POS هو جهاز نقطة البيع اللي نشره منه في المحلات اللي يصير أن أنت باش تشري من جهاز نقطة البيع أو باش تسحب فلوس من مكينة صرف الآلي في مصرف لازم توفر حاجتين الشي الأول هو اسم المستخدم اللي فيه رقم حسابك المصرفي والشي الثاني هو كلمة السر ورمز المرور باش نتأكده منك اسم المستخدم تكتب فيه لما تدخل البطاقة المدمجة وفيها تشيب تعرف عليه رقم حسابك المصرفي والرمز السري هو الأربع خانات اللي تكتب فيهم باش تأكد هويتك الخطأ الشيء اللي نقافيه عند هلبة ناس أنه هم لما بيشروا من أي محل بيوقف عند الكاسة ويمد البطاقة متاعها والكشير بالطبيعة يسأله تشين الرمز وانت بكل فخر قدام كل الناس تقول للرمز متاعي 17.45 ومعظم الأحيان الكشير ما اسمكش كويس فانت تعود له وتقول له 17.45 وهكي انت ضمنت ان الكشير وكل الموجودين جنبه وكل الحاضرين في السوق وعرفوا ان الرمز متاعك 17.45 وهنا عندي سؤال هل ممكن توقف في السوق قدام كل الناس وتسمي رمز التليفون متاعك؟ اكيد لا فما بالك بشي مربوط بمصرف وفيه فلوس لنفترض ان انا باش ناخد حسابك نبي معلومتين زي ما قلت الرمز واسم المستخدم انت قلت لي الرمز ما زالي اسم المستخدم بس يعني بترك بسيطة ممكن نخدم منك البطاقة ونكون اخديت هويتك كاملة ونقدر نسحب الفلوس وقبل ما تمشي انت المصرف وتوقف البطاقة واحيانا المصرف مش حيوقف البطاقة لين يقولك برا للمركز الشرطة ودير لي طلب ضياع وتعالى من جديد ونكون انا سفرت البطاقة واختيت كل الفلوس لي فيها فاتمنى في جديد لما تبي تشري من اي المحل بيقولك كداش الرمز بدون ما تتحشم قول لي اعطيني نكتب بروحي قود الجهاز اكتب الباسورد منتعك بروحك ليرتم اضمن السرية متاعك وحافظ على الرمز السري مغير ما تقولها قدام كل الناس ياريت تنشر الفيديو هذا وتنشر الوعي قدام كل الناس لان الموضوع خطير حلبا وهي ثقافة انتشرت واصبح اللي يقولني بنكتب بروحي هو الغريب معنا الموضوع دخلوا افتقالي نتمنى ان الصورة وصلت نتلاقوا بإذن الله في فيديو جاي سلام سلام